خليني ابتدي بأساز أمير مع أمضد استخدام العامية في الأعمال التاريخية طيب حضرتك قلت أن المسلسلين باللهجة العامية أنا شايف إنها باللغة العامية لأنه عندنا لهجات أنا تعمدت على فكرة استخدام كلمة اللهجة إحنا عندنا لغة لأ هي في لغة عامية عامة لغة كاملة آه لغة وفي لهجات عامية لهجات يعني إيه في البورش سعيد يتكلم إزاي مش عارف الدوغماتي بيتكلم السعيدة يتكلم إزاي هي لهجات لكن اللغة الام هي اللغة العمية المصرية واللغة العمية المصرية عايز اقول لي حضرتك ان اول مسلسل تاريخي اللي هو العودة من المنفى سنة 71 عن قصة ابو المعاطب والنجا كان عن قصة عبدالله الناديم هذا المسلسل كان بالعمية المصرية من دي نموذج اه امشي بقى في تاريخ اعتقد ان انا شفت المسلسل ده وانا طفل اكيد شوف فعلا اه عن عبدالله الناديم وعاما هو لسه موجود كمان على تيوب وممكن تشوف كان عبدالله غيس وما اثرش وقتها بقى مصر برضو عبدالله الناديم كان في فترة معاصرة اه يعني كانت العمية مستخدمة 1882 مش معاصر مش مبارح يعني اه طبعا فبردو كان بالعمية المصرية لكن هل الاقدم الاقدم من كده مبرر في استخدام العمية ده اول مسلسل اه بعد كده تعالى البوابط الحلواني مثلا ام كان فيه تلات مستويات في اللغة اه هو عمية برضو اه بس تلات مستويات اه مستوى الاول مستوى العامة الشعب المصر البسيط مم مستوى التاني مستوى كبار الموظفين ثم الاسرة الملكة صحيح خديو اسماعيل كان بتكلم بعمية برضو اه ولكن عمية تليق بخديوه اه مفياش الافيهات المعاشرة مفخامة شوية اه عكس مثلا عبدالله غيس في بداياته او نجاح الموجي اول او احمد راتب اي حد من احمد راتب او او اي حد من الناس العامة كانوا بيتكلموا بالعمية البسيطة جدا القروية الريفية الفلاحي اللي كانت سيدة في المناطق اللي كانت فيها في بورسعيد او السويس وقتها او كده مم فحضرتك شايف ان ده مبرر ومفهوم ومستخدم في الاعمال الدرامية من فترة طويلة يعني بعيدا عندك كمان يا دكتور في حاجة لطيفة جدا من المرة كنت قاد مع دبلوماسي عربي من جامعة العربية فقال احنا لما بنختلف مع بعض من التكلم بالعمية المصرية ان هي الاقرب لنا جميعا فده ده موجود في محفوظ عبد الرحمن اللي احنا تكلمنا عنه من شوية اللي هو اللي عمل بوابط الحلواني هو عمل عدة اعمال باللغة العربية الفصحة ولكن ليه لانه كان في الخليج وقتها وكان برضه بيحاول يدور عليه لغة وسط ما هيش اللغة الجاهلية ولا اللغة العباسية ولا اللغة النوية لا في لغة عربية كمان حديثة هذه اللغة العربية الحديثة قد تتخيلها بعض الكلمات التي تعتقد انت انها عمية طبعا وهي عربية فصحة اه يعني ربنا سبحانه وتعالى في الكرآن بيقول لك وارحب عليهم طب رحت البال دي موجودة فين رحت البال دي عمية ولا فصحة لا فصحة اه طبعا فقصد قولك انه اللغة العمية هي الاقرب لوجدان الناس ونقدر نقول هي فصحة مبسطة اللي هي بيسموها في بعض الاحيان حتى قريبة من اللغة البيضاء يعني بيسموها انت الانتر كمال لو اتكلمت بالعربية الفصحة النهاردة كام واحد من الجمهور اللي انت يعني قصد انك انت توصله هتوصله مش هتوصل لحد طبعا توصل لعشر في المية من جمهورك اه